شكراً السيد الرئيس المحترم وشكراً السيدات والسادة المستشار المحترمون نحن اليوم شنو بغينا نديرو بغينا أولاً نعودو نشتغلو على التوزيع دي الخريطة التخزين في المغرب وباش نواكبو الإنجاز دي المشاريع اللين برمجا من طرف الخواص بغينا نزيدو هذيك القدرة الإجمالية دي تلتمية وخمسة وسبعين ألف متر مكعب باستثمار مالي كي نهز واحد فاصلة جوج مليار دي الدرهم في أفق 2024 في المواد السائلة ومتين وخمسة وسبعين ألف متر مكعب باستثمار مالي كي نهز سبعين وخمسين مليون دي الدرهم في أفق 2026 فيما يخص أولاً نرجع للمادة البوتار لأنه كيفما قلت هذه المادة اللي عنا فيها واحد المشكل الإنجاز للقدرة الإجمالية الإضافية غتوصل ميتين وعشين ألف متر مكعب واحد الغلاف المالي سيصل إلى 660 مليون درهم في أفق 2024 ولكن هذه موزعة خصوصاً في المحمدية وجوف الأصفر ولكننا نريد أن نوزعها أكثر فلذلك طلقنا مع وزارة التجهيز والماء في أكتوبر 2022 واحد للجنة جديدة لتخطيط البنية التحتية لمواد الطاقية وعملنا على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنية التحتية للازمة من أجل تحسين طبعاً القدرة التنافسية اللوجيتيكية للمغرب أولاً وتانياً باش نحافظ على الأمن الطاقي للمملكة نحن نستغل الآن نتائج هذه الدراسة اللي اشتغلنا عليها مع وزارة التجهيز والماء باش نزلوا واحد النظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وذلك طبعاً في أي دائماً في إطار شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وفي نفس السياق نعطيك واحد الإجراء الثالث قمنا أيضاً بتحيين خارطة الطريق من أجل تطوير القطع الغاز الطبيعي لغادي يمكننا باش نحلوا مشاكل ديال الفيول وديالبوتان فغادي نتوقوا طلبات العروض إن شاء الله قبل نهاية السنة أو في بداية السنة المقبلة على الأكثر وذلك طبعاً من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي في بلدنا